في هذا الجزء سنتعرف على أكثر الأسئلة شيوعا في اللغة الفرنسية وكيفية الإجابة عنها حيث ستجد في هذا الجزء مجموعة منتقاء من الأسئلة الأساسية وكيفية الإجابة عنها والتي لا غنى لأحد عنها في تعلم اللغة الفرنسية فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كان الشخص الذي نريد التحدث معه يتكلم الفرنسية أم لا فإننا نقول وتعني هل تتحدث الفرنسية؟ وتكون الإجابة هي إحدى الصياغ التالية وتعني أنا لا أتحدث الفرنسية أو je ne parle pas bien le français وتعني أنا لا أتحدث الفرنسية جيدا أو oui je parle le français وتعني نعم أنا أتحدث الفرنسية أما إذا أردنا أن نسأل عن اسم شخص ما فإننا نقول comment tu t'appelles؟ وتعني ما اسمك؟ وتكون الإجابة je m'appelle وتعني اسمي ثم يتم ذكر الإسم أما إذا أردنا أن نسأل عن جنسية شخص ما فإننا نقول vous êtes de quelle origine؟ وتعني من أين أن أو ما هي جنسيته وتكون الإجابة je suis de وتعني أنا من ثم يتم ذكر اسم البلد وإذا أردنا أن نعرف أين يعيش شخص ما فإننا نقول où habite vous؟ وتعني أين تعيش؟ وتكون الإجابة j'habite وتعني أنا أعيش فيه ثم يتم ذكر اسم النكان أما إذا أردنا أن نسأل عن عمر شخص ما فإننا نقول kala j'habite vous؟ وتعني كم عمرك؟ وتكون الإجابة j'habite 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 وتعني عمري ثم يتم ذكر العمر وإذا أردنا مثلا أن نسأل شخص ما عن صحته وأحواله فإننا نقول comment allez vous؟ وتعني كيف حالك؟ وهذه الصيغة نستخدمها لتوجيه السؤال لشخص لا نعرفه جيدا أو لا توجد بيننا وبينه علاقة قوية أما إذا أردنا أن نسأل عن صحة وأحوال شخص نعرفه جيدا وتوجد بيننا وبينه سابق معرفة فإننا نقول ça va؟ ويكون الرد في كلتا الحالتين je vais bien merci وتعني أنا بخير شكرا أما إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان الشخص الذي نتحدث معه يفهم نعم لا فإننا نقول كمprenez-vous؟ وتعني هل تفهمني؟ وتكون الإجابة je n'ai pas compris وتعني لا أفهمك لا أفهمك أو لشيء ما فإننا نقول كمber saccout وتعني كم يكلف هذا أو ما ثمن هذا وتكون الإجابة saccout وتعني هذا يكلف ثم تضيف الثمن أما إذا أردنا أن نستفسر عما يحدث في موقف ما فإننا نقول وتعني ما المشكلة أو وتعني ماذا يحدث ومن الممكن أن تكون الإجابة وتعني لا أعرف أو وتعني ليس لدي فكرة عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنع